السلام عليكم تسمعون عن شهر البلية ما يضحك انا بعطيكم كم قصة صراحة تحزن فيها وتضحك صراحة انا يسولف لي صديقي من الامارات يقول لي يا ابو طلال عندي واحد من الجماعة اسمه زيد زيد هذا حياته كله بحر يعني من الخميس لاخر الليل في السبت وهو موجود في البهر يطلع بهالقارب اللي عنده احنا نسميه طراد ويطلع يصيد ويستانس وكذا يرجع مرة ثانية لليال او الشاطة بس عشان يعبي اللي هو البترول ويعبي التموين والاكل وكذا ويرجع مرة ثانية مستمتع بحياته وصاله على الحال هذه السنين يوم الايام كان طالع البحر وهو سهران فقال مو مشكلة انا لين اوصل الى النقطة او النقعة اللي هو يبيها يعني يصيد فيها في وسط البحر يقول اخذلي غفوه شوي وبعدين ارجع الصيد ومارس حياتي عادي يقول فعلا ذاك اليوم طالعوا بروحها كالعادة يقول لين وصل وسط البحر وهو تعبان سهران قال بنام شوي اريح وبعدين اقوم واشتغل العصيد ما اخذها هواي الموضوع القارب اللي هو فيه او الطراد فيه تعرفون انتم بعض القوارب الصغيرة هذه فيها نفس الدور السفلي او السرداب صغير جدا يعني يكون من الخشب يعني مسكر وفيه فتحة يحطون فيه الاغراض يعني ممكن انك تدخل فيه لكن لما تدخل راح تنسدح فيه يعني تنام على ظاهرك تقدر اه ما فيه مشكلة المهم يقول جاء بينام قال يعني والجو شوي بارد فدخل فيه السرداب ما القارب صغير مد رجوله وكذا وتغطى ونام والقارب يتحرك هذه وحمد الله امان وما فيه شي ويحلم حلم طبعا نومة كانت ذاك اليوم نومة عميقة وحلم حلم انه طالع في قارب في يوم عاصفة وبرق ورعد والامواج تتلاطم فيه وغرق اهو والقارب ودخل فيه اعماق البحر هذا الحلم وبعد ما ابحثوا عنه هلا انتشلوه وغسلوه ودفنوه وانا الحين اهو داخل القبر ايه يقول يا ابو طلال فتح عيونه ولا هو فعلا داخل القبر استغم الله طبعا لما فتح عيونه بالحقيقة هو كان في سرداب القارب وسبت الامواج وكذا باب السقف هذا تسكر وهو يعني من التعب لما نام ما كان مركز لما صحه والحلم حلم انه غرق وانه مات وانه في قبر اول ما فتح عيونه ولا فعلا اهو يعني موجوده بقبر فوقه خشب تحته خشب وينجن وصير فيه حالة اشترية اهو يسرى اخلا انا الحين عحي ما مت الله متحلم انه خلاص اهو تفنوه ومشو ويقعد يصرخ انا حي انا حي طلعوني من القابور طلعون لين عجز وهو يرافس يقول ما ادل شلون خلاص قبل لا تنقطع انفاسة الاخيرة خلاص يقول ضرب برجلة ولا يتحرك باب السقف باب السقف السرداب اللي هو داخل فيه اللي هو السرداب القارب هني استوعب لانا تعرفون وقت الهلع الانسان ما يفكر ما يفكر انه هو اصلا نام داخل القارب لانه مو متعود يسوي الحركة هذي بس ذاك اليوم لانه بردان داخل داخل يعني قاعد يكون لكم مكان ضيج يوم تحرك الباب فتح بيده ويوم يفتح باب ولا هو داخل القارب ستفر الله تخيل لو يصير فيك الموقف هذا انت بالحلم وتخترع انك طايح مثلا من السلم ولا طايح تخترع فما بالك هذا صحة فعلا ولقى نفسه في مكان مظلم وضيق وفوقه مسكر وتحته مسكر يعني والحلم هذا خلاها يصدق الوضع اللي هو فيه هم على سال فحصلت في اليمن في واحد يعني شاب عمره بالخمسة وثلاثين وهذا ما شاء الله عليه محافظ على صلاة الفجر ما عنا بيته بعيد لكن يحب يروح الى المسجد في الفجر حتى لو الجو بارد عندها لده في الحياة انه جزا الله خير المهم طالع من بيته قبل موعد الصلاة يمكن من الساعة ساعة رايح يقول أنا بتوضى وقعد وقعد القرآن أو يعني يمارس التقوص الدينية فوصل المسجد قبل موعد انه يفتحون باب المسجد وحاش بالبرد وينتظر يقول أنا كأني جيت مبتر شوي كأني جيت يعني يعني قبل موعد الصلاة يعني بوقت طويل طالع حين شلون ما بي أرجع البيت البيت شوي بعيد وخاف أرجع طوفني الصلاة وين أروح والدنيا ظلام وما في أحد والناس لاحين ما قعدت من النوم حتى المصلين ما حاجة ولا إمام ولا مؤذن ولا أحد اليوم اللي قبله أهل المسجد كان عندهم شايب متوفي الله يرحمه وخذوا عندهم نفس التابوت نفس الحمال تذي خشب نفس الصندوق الخشب إن شالوا فيه الجثة عفوا اللي هو الرجل المتوفي وصلوا عليه بعدين ندفنوا لما خلصوا الدفن رجع المؤذن جابوا الصندوق هذا وحطه عند باب المسجد هذا بالليل وداخل الصندوق هذا فيه غطى اللي كانوا يعني يحطونا فوق الميت فهذا قاعد بردان والحين المسجد لح ما فتح فقال خانا قعد داخل الصندوق وتغطى في البطانية هذي أو الغطى اللي موجود وفعلا قاعد ولف نفسه كذي وتوصح من نوم يعني إلى الآن فيه نعاس المهم ونعس قال خانا نسدح شوي ولما يجي المؤذن يأذن وكأصحى على الصوت يعني المهم هذا حط راسه ونام وغط بالنوم ولأ متغطي عدل بعد من البرد جاء الإمام والمؤذن والناس كل واحد يدخل المسجد يشوف شنو هال الميت داخل داخل الصندوق وهذا نايم المهم والعالم حتى اللي رايحين صوت الفجر تعرفون يعني قايم من وسط النوم يعني أكيد ما هم ركز ولا حد انتبه وشاف وميت ومتعودين مثلا إن إذا بيصلون على حد يجبونه ويحطونه وكذا بعدين ياخذونه داخل علشان يصلون عليه بعد الصلاة وفعلا جاء المؤذن وطلب من الثنين قالهم يالا خنشيله شاله وحطوا جدام على المحراب بعد ما خلصوا صلاة والرجل نايم ولا حسوا فيه المهم طبعا المصلين صفوا عشان بيصلون عليه وكل واحد فيهم يعتقد إن الثاني هو يعني من أهل الجنازة فما حد سأل منه صاحب الجنازة منه كذا ما حد يدري كل واحد يعتقد إنه الثاني المهم ويبد ويبدون يكبرون الله يبي يصلون عليه هذا بهل وقت بدأ يسمع الله وقت بدأ يتحرك شوي صح المصلين في بعضهم انتبهوا بدأ يخافون لا يله لله محصو الله عوذ بالله محصو قام يوسوسون ميت شوي يتحرك شوي ويقوم يفز حتى يوم قام قام نقز نقزة قال ها صليته يقول لكم مرات بعض القصص هذه مصيبة يعني انها ميت وكذا لكن من كان يتوقع ان هذا مسكين نايم غط بنوم ونام بالتابوت ما لكن بالطويلة لكن اليوم واحد يسولف لي سالفة والله جدا صراحة دكتور سوداني طبيب موجود في الرياض هذا الله يسلمكم قبل كم سنة يقول يا ابو طلال يسولف لي عن قصة ابوها يقول يا ابو طلال ابوي دكتور محترام وقديم ومعروف واخلاق وعنده مراجعين ما شاء الله لانه شاطر طبيب اسنان المهم ذاك اليوم ويجيه رجل دخل عنده ابوي قال يا دكتور ترى مو انا المريض قال اي حياك تفضل امر قال يا دكتور اسمعني بيني وبينك انا زوجتي مزعجتني انصدم قال وانا شنو علاقتي انا طبيب اسنان قال انا عارف لكن انا ابي منك شي يا دكتور هذه زوجتي مرة تقول رجلي تعورني مرة ظهري عورني مرة بطني هي التعاير قال زين قال ابي اجيبها لك وانت اعطها اللي هو المخدر هذا وكذا يعني يخدرها واشلع اسنانها قال يعني شنو ما فهمت اسنانها تبي خلح قال لا 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 اسنانها ما فيها شي بس ابي عاقبها ابيك تشلع اسنانها ونصدم قال اتكلم جد انت قال يا دكتور انت سوي اللي اقول لك عليه وانا رح اعطيك مبلغ يعني رشوة ابي عاقبها ابيك تشلع لي اسنانها وانا اصلا بعد ما تشلع اسنانها يعني ابي اطلق على هالسالفة هذي انه انت يمشلع اسنانك وانا يبي يشلع اسنانها الامامية يخل بيتك هذا الطبيب خاف لكن قام يساير هذا الرجل كم تعطيني مبلغ قال اعطيك المبلغ فلاني قال ما في مشكلة قال راح اجيك بكرة راح اجيبها قال اوك اجيبها اش سوى الطبيب هذا قام واتصل على الشرطة وقدم بلغ قال لهم جاني واحد ويبيني اشلع او اخلع اسنان زوجته مع انها ما تحتاج لك خلعه فقط علشان يبي يعاقبها ويبي انصدمة ورجال الامر في البلاغ هذا شال زوجه العقير هذا قال اوه خلاص اوك ومو قال لك اعطيك رشوة قال اي نعم قال اعطيك رشوة قال خلاص استدرجة لا تبين لشي اذا جاك بكرة على طول تصل علينا واخذ مننا المبلغ وضبط المور ويحنا راح نكون واكفين عند الباب عطنا اشارة واحنا نداهم العيادة على طول ونلقي القبض علي قال اوك وفعلا ويجي الرجل مع زوجته الطبيب قال لا هذا مصمم ويقوم يبلغ رجالهم ترى حضر هالمجرم هذا وقال اولا بس دقائق احنا عندك وفعلا ويجون عند باب العيادة قال اولا يعني روح سايرة وكذا واحنا راح ندخل عليك قال اوك دخل الرجل مع زوجته عند الطبيب اللي هو الطبيب السودان يسولف عننا احنا يحلف هذا الولد عن ابوه يقول يا ابو طلال يوم دخل الزوج يغمز حق الطبيب يعني ها احنا على اتفاقنا امس يقول على طول الطبيب عط اشارة حق رجال الامن اللي موجودين برا ويداهمون العيادة ويلقون القبض على الزوج وقالوا نبي نشوف وين الزوج طبعا الزوج اول ما مسكوه الشرطة قام يصرخ انتم منو وشنو علاقتكم وليش ماسكيني وهذه اهانة قالوا اهانة تبي تشلع اسنان زوجتك محرام عليك قال ايه انا بشلع اسنان زوجت اشتبون انتم قالوا عين قوية بعد احب اصدمكم انا بصدمكم بالسالفة قالوا ايه بشلع اشتبون انتم شنو علاقتكم قالوا شنو قالوا يبا زوجتي عندها ضرس يعني يحتاج لها خلع وانا ابي اخلع عليها شنو المشكلة مستغرب قالوا وين خنشوف وفعل انجت الزوجة وافتحت فمها وقالت لم هذا ولا فعلا الضرس هذا يحتاج الى خلع الطبيب السوداني طاح في موقف لا يحسد عليه طبعا هذا الرجل الزوج سوى مصيب مناحة وحاله الطبيب السوداني ومع الرجل وزوجته الى مركز الشرطة وهذاك ما سكت ولا رضا انه يتنازل وسجل قضية اهانة وبلاغ كاذب والسوداني حلف والله العظيم النجاني والله انه قال لي بيعطيك فلوس عشان تخلع بعاقبها بس انا ما ادري ليش قال لي طبعا السافو ما فيها شنو ان هذا قط الطبيب السوداني بالفخ وهذا مسكين ينقذ المرأة طبيب فراح بلغ ما ركن بطويلة القضية راحت للمحكمة وهذاك الدعاء عليه مدنيا ويهانة واضرار نفسية والزوج اللي تفشلت الرجال العمن ماسكين فمها بسبة الطبيب السوداني المهم يحكمون ل250 الف ريال بعد عدة مداولات ويتورط المسكين الطبيب السوداني وينسجن على السالفة هذه طبعا ما عنده يدفع في ذاك الوقت لكن يعني جزاء الخير احد رجال الاعمال السعودين كان يبحث عن بعض الحالات المدانين يعني فقالوا له في قصة السوداني هذا والسوداني يحلف انه بريء لكن ما هم عارفين لانه ما في دليل على براءته يعني وعلى ادانته فراحوا دفع عنا وتم الافراج عنا وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة